كثير يعتقد أن السعادة تكمن في المال معك قروش تعيش سعيد ما معك قروش عاد الله يعين لكن نشوف كثير يمكن ما يملكون المال بس عندهم السعادة والفرح والسرور فإيش حقيقة الأمر؟ هل السعادة الحقيقية تكمن في المال؟ خلونا نسمع رأيكم مع زمينا مبارك الكوكبي ونرجع لكم هياكم الله ومشاهدين اليوم في سؤال قرائي هل تعتقد أن السعادة هي في المال فقط وإيش في أشياء ثانية تسعد غير المال؟ خلونا نشوف المشاهدين اش قالوا السعادة ليس في المال السعادة هي في الدين والعبادة والمخافة من الله سبحانه وتعالى وهذه هي السعادة في الدنيا وفي الآخرة طبعا نعم لنهر يكون الحياة طيب إيش توقع تسري أشياء في المال؟ نحن نكون الحياة بمستقبل بدون مستقبل في الوقت الراهن أنت إيش تحتاج في المال؟ تحتاج إعنابني بيت أتزوج منه قبل أولادي آه كنتم دخلة فعلا السعادة هي الفلوس وبس إنما بعدهم لا يعني هم أهم حاجة والله أكتر شي بسعدنا المال طبعا جزء من السعادة لا شك في ذلك لكن في حياة تانية أكتر من كده سعادة الأخوان والأصحاب والعيلة يعني في أجواء أخرى أجمل من كده يعني كثير جديدة نعم بايش في أشياء ثانية تسعد غير المال؟ المال بيجي بكل شيء مدل؟ أي شيء أي شيء أشتبغاه بيجي طبعا عطني أمثل الأشياء أنت بغت تسريها بالمال كل شيء بيت كصر سيارة أي شيء في ذلك الدنيا بالمال بيجي والله أنا دائما أقول أن السعادة تكون بالرضى الرضى بكل ما أدانا هو ربنا الرضى بالقضاء والخدر الرضى بالصحة وبالعافية وبالأبناء وبكل شيء أعتقد أن الإنسان لما يكون راضي يكون مبسوط يعني صحيح أن المال هو ممكن يكمل هذه السعادة ومهم أن الواحد يعيش حياة كريمة ولكن في النهاية ممكن أن تلاقي ناس كثير عندهم فلوس لكن ما هم مبسوطين ما في سعادة يمكن لأنه هناك شيء غايب وهو الرضى يعني أنا أعتقد كده أنت إيش رأيكم أنا أتفق معك الرضى أولا وثاني شيء الصحة الواحد بدون صحتها لو فلوس الدنيا عندها ما يقدر يسوي فيها شيء على قولتك ما يقدر يستفيد منها شيء يعني لا أشياء ولا قصورة ولا يخوتها ولا سياراتها ولا ملابسة راح يستفيد منها ولا راح يستمتع فيها فالصحة شيء أساسي فأنا عندي الرضى وعندي الصحة أكيد المال راح يكون عامل أساسي للسعادة لأنك تكترين تشترين الأشياء تروحين لأماكن تكونين مع الناس اللي أنت معهم يعني العائلة شيء جدا مهم طبعا حب العائلة شيء جدا مهم الأصدقاء وحبهم شيء جدا مهم سواء معك فلوس ولا ما معك فلوس إذا أصدقائك صادقين ويحبونك فعلا لك أنت وعشان شخصيتك أنت ويحبونك حب صادق هذا هو الأهم الفلوس اللي معه فلوس دايما ممكن يكون عايش في قلق هل أهلي يحبوني ولا يحبون فلوسي هل أصدقائي يبغوني ولا عشان فلوسي هل الناس اللي حولي تدعمني فعلا ولا عشان فلوسي هل هم يصف قولي عشان ولا عشان فلوسي يعني ممكن الفلوس لو كانت مع الشخص الغلط أو التصرف الغلط ممكن تكون نقمة وليست نعمة فأنا أشوف الفلوس كمان ممكن تكون سلاح ذو حدين كثير ناس معهم فلوس مدموني مخدرات في ناس كثير معهم فلوس تكون عندهم مشاكل للدنيا فممكن الفلوس إذا ما تصرف فيها الواحد تصرف صحيح ممكن أنها الضرة ما تنفع يعني أنا أشوف السعادة مال والله صدقي يعني أنا أشوف المال وسيل لكل شيء في الحياة ما عندي أصدقاء ممكن المال يجب لي أصدقاء ما عندي مريضة وتعبانة المرض والتعب اللي معه فلوس واللي ما معه فلوس بس مريضة وتعبانة وأنا مسافرة ومرتاحة في مكان أو مريضة وتعبانة وأنا مستشفى في غرفة معايا عشرة يعني أنا أشوف أنه المال وسيلة مهمة ولازم الواحد أنه يسعى أنه يحصل هذا الشيء بالطريقة الصحة يعني هكيد وجهات نطر تختلف أعتقد يمكن ما في أحد يختلف أنه ممكن يكون سعادته اليوم بسعادة أبناؤه يعني بأنه أبناء يكونوا عندهم طموح يحققوا هدفهم في الحياة يكونوا هم مبسوطين أعتقد أغلب بالآباء والأمهات الآن سعادتهم تكمن أنه خلاص مو مهم أنا أنا شايف أبنائي مبسوطين إذا أن هذه السعادة رح تنعاكس علي صح فتختلف يعني من شخص إلى آخر يمكن أن الفقير يشوف أنه أنا سعادتي بالفلوس يعني ويمكن أن أحد غني زي ما بلت يشوف ينظل الفقير ويحسد أنه هو سعيد يعني أنا أحتاج هذا الرضا وأنه صحة وأنه بعافية وأنه عندنا ناس حولة تحب يا ريب يعني يعني ياما شوفنا ناس يعني زي ما قلنا يمكن في البداية في ناس معاهم مبالغ مخيفة أو رأس مال مخيف ولكن لا يملكون السعادة والعكس صحيح يعني يكون بسيط وعلى قولتهم على أقل على السفر فيه أكل يكفيهم لكن مبسوط أنه بصحة وعافية عياله حول عياله بارين مزبوط صح الناس تحب جيرانه كويسين معاه أهالك كويسين فأنا أحس فيه أشياء ما تنشرب الفلس حب الناس أن أختلف معك ودي حب الناس ما ينشرب الفلس والأصحاب اللي معاي عشان الفلس أنا ما يحتاجهم والله يا ريم شوفي حب الناس يا مهى أنه حب الناس سواء أنا معي فلوس أو ما معي فلوس إذا ربي حاط أنه أنا فيني القبول لليحب الناس بيحبوني سواء معي فلوس أو ما معي معي بس أنا قاعدة أقول مثلا لو أنا معي فلوس وما عندي أصدقاء أقدر أجيب لي أصدقاء بالفلوس لا أنت تشتري أصدقاء موجود ما عليش أشتري أصدقاء بالفلوس عادة أنا ما عندي مشكلة نتفق ألا نتفق يا أودي وشاهدين فاصل قسيم بعد أن كملي بعد الفاصل زايد بن سابر موهبة فنية جمعت بين الغناء والشيلات يكشف لسيدتي عن نجاحي بسوينة